أفدت مصادر ميدانية بمقتل 16 شخصا وإصابة العاشارات جراء إصابة مبنى لتوزيع الخبز في مدينة القريتين شرقي حمص بضربة جوية من قبل الطائرات الحربية الروسية واستهدفت غارات جوية ناحية سكنية في بلدة مهين واتلال الحزم المحيطة ببلدة صدد التي وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية مؤخرا واندلعت اشتباكات عنيفة بالمنطقة بين مسالحية تنظيم وقوات النظام السورية التي فقدت عددا من الجنود أثناء محاولة استعادة السيطرة على بلدة صدد وفق مصادر المعارضة ودرت اشتباكات في أطراف بلدة لبريج على طريق الرابط بين حمص ودمشق حيث يسعى تنظيم الدولة لقطع خطوط إمدادات قوات النظام